لكن عايز اضم صوتي لصوتك في البطولة اللي جاية ودي احنا هنا بناشط جماهير الكرة المصرية بكل الوانها وبكل تشيرتاتها وبكل طواقفها الحضور الجماهيري مهم جدا عايزين يا جماعة التفاف جماهيري مرة تانية لمتاخب مصر خلونا نتكلم بالموضوع بشكل واضح وبصراحة الفترة السابقة محمد لما كان بيتقال مباراة المنتخب مصر وانت ماشي في الشارع الرياضي الناس ما تعرفش مصر تلعب مين المباراة ما كانها فين في أنهم ألعب الساعة كام وده كان بيزعلنا كلنا جدا متخب مصر احنا بنقول متخب مصر يعني قبل اي نادي وقبل اي قرار فالنهاردة انت عندك بطولة عندك تم تغيير الجهاز الفني جهاز فني وطني اتنين من اللاعبين اللي لهم خبرات كبيرة واصحاب تاريخ كبير الكرة المصرية كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن عندنا مباراة مهمة مع نيوزيلاندا خلينا نقول المباراة مهمة دي أول مباراة للجهاز الفني وللجيل ده وهتكون كمان في استاد العاصمة الإدارية حاجة يعني مفخرة بالنسبة للبنية التحتية للرياضة المصرية زي ما احنا شايفين الصور يعني أساس الرياضة عندك بنية تحتية ملاعب على أعلى مستوى استادات زي ما احنا شايفين البنية التحتية حاجة مشرفة وهي زي ما احنا شايفين مدينة أولمبية متكاملة حاجة كبيرة وحاجة محترمة واجهة للرياضة المصرية الحدث والشكل الحلو ده بيكتمل بالصورة الخارجية لما نشوف الملعب ده مليء بالجماهير علشان كده أنا بضم صوتي هنا لصوت زميل محمد سعيد من قناة الأهلي بالناشط جماهير الكرة المصرية التواجد في البداية في مباراة مصر ونيوزيلاندا وان شاء الله متخب مصر يقدر يكسب ويروح للمباراة النهائية يلاعب الكسبان من تونس وكرواتيا وكمان بضم صوتي أو بناشد وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي ودوره هنا لازم يكون في رحلات للجامعات والمدارس والطلبة في يوم جمعة زي ده النهاردة برضو أسعار التزاكر لازم تكون مخفضة ولازم يكون في إقبال مهم جدا علشان كبيرة الكرة المصرية تكون موجودة في الإسلام فأسعار التزاكر كابتن وسامة بوسي يعني هم نزلوا الأسعار بشكل واضح جدا تحديدا في الدرجة الثالثة إلى 30 جنيه تسقارة الدرجة الثالثة في هذه البطولة والدرجة الأولى 75 جنيه والدرجة الأعلى اللي هي المصورة 150 جنيه كويس يعني شيء جيد جدا أن من خلال شركة تسقارة الأسعار تبقى في متناول الجامعة ولكن مطلوب كمان أن يكون فيه وسائل نقل سهلة جدا لكل الجماهير من معظم ميادين القاهرة عشان تقدر تتوجه إلى أستاذ العاصمة الإدارية الجديدة ده شيء مهم جدا طبعا إحنا أكيد يعني التوقيت كان دائع جدا الانتقال البطولة من الإمارات إلى مصر واعتماد الفيفا لهذه الدورة تدخل ضمن سلسلة الفيفا ضمن الخمس بطولات اللي بيتم اعتمادها في أول سلسلة للاتحاد الدولي ده شيء رائع جدا بالتأكيد للرياضة المصرية ولكن طبعا أنا كان نفسي اللي سد أشوفه في مباراة ما بين مصر وفرنسا مصر والأرجنطين مصر والبرازيل ولكن ملحوة في اللي جاي لازم أشكر المتحدة للرياضة برضو اللقمت بدور مهم ودور كبير لما يعني البطولة كانت أوشكت على يعني أنها ما خلاص عدت لجي جات مصر وتكون وسط الجماهير المصرية إن شاء الله بالحضور والجماهير تكتمل إن شاء الله الفرحة والنجاح بافتتاح أستاذ العاصمة الإدارية وفوات قياسة كابتن أسامة يعني التحضيرات للبطولة التنقلات الإقامة الإعاشة استيبال الوفود حتى الحافلات المتعلقة بكل منتخب ملعب التدريب قدرت الشركة المتحدة في وقت قياسي جدا تقدر تنجز كل ده وتحديد الملعب بشكل سلس جدا والاتحاد الدولي النهاردة على فكرة الاستد لما تقوم عليه بطولة دولية زي دي معنا كده خلاص أنه أخذ الأبروف من الاتحاد الدولي وأصبح ملعب معتمد تبقى لمعايير الفيفا ترجمة نانسي قنقر